الفتوى دي اتنشرت في نشرتها جريدة موقع صادر البلد والحقيقة كانت يوم الثلاث سنة 2020 حاجة لطيفة فتوى حلوة قوي يعني ايه يا الفتوى هل يجوز اسمعني وركز معاي هل يجوز اخراج كفارة الطعام اخراج كفارة الطعام عن الصلاة الفائتة دي جديدة خالص بقى عند بعض الناس طبعا مشايخ احنا مشايخ عارفين الكلام ده ودرسناه بس انا حبيت اقدمه لكم لان انا متأكد انها هتكون مفاجأة للكثيرين هل يجوز اخراج كفارة طعام عن الصلاة الفائدة دكتور علي جمعة يجيب الفتوى موقع صادر البلد يوم 16 يونيو 2020 16 يونيو 2020 خلاص قبل ما ارى لك الفتوى عاوز انا بيك لحاجة ان احنا تلت اربع الناس عندهم صلاوات فائتة كتير جدا من الناس واحيانا يشق عليهم انهم يقضوا هذه الصلاة لسبب او لاخر بل من الناس من يموتوا عليه صلاة فائتة يبقى اولاده عاوزين والدهم يعني طب يعملوا ايه يصلوا عنه ما ينفعش طب يعملوا له ايه علشان فهنا بقى اسمع يا سيدي الافتاء الجميل بتاع الدكتور علي جمعة تلقى الدكتور علي جمعة مفتة الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء سؤالا يقولوا صاحبه توفية جدتي وقيل لنا ان بعض المذاهب الفقهية تجيز اخراج كفار الطعام عن الصلاة الفائتة ما مدى صحة هذا الكلام اجاب الدكتور علي جمعة قائلا خلال لقاءه باحد دروس الدنيا المزاع عبر اليوتيوب قائلا ابن عابدين في حاشيته كتاب معروف عند الاحناف اسمه حاشيت ابن عابدين رحمة الله عليه واوسع الكتب انتشارا ابن عابدين في حاشيته وهو من فقاء الحنفية له كلام في هذا الموضوع يقول من فاتته صلاة وكان يقدر عليها ولو بالإماء يعني اللي فاتته صلاة وكان يقدر يصليها يعني من غير عزر شرعي عزر شرعي للصلاة عزر شرعي للصلاة ده بيكون عند المرأة فقط وعند الرجل ايضا رحلة الاغماء او الغيبوبة تمام انما اللي تفوته صلاة عمدا متعمدا وكان يقدر يصليها ولو بالإماء يعني حتى لو ممكن يكون عيان بس العيان مش قادر يعمل حاجة لانه في قميس جبس مثلا يقدر يهز راسه وقاعد كده بدون تحديد قبلة او خلافه وعلى تيسيرات في المسألة انه اقول لك صدق ايما في ايه لم تقدر فقاعدا في ايه لم تقدر فمضجعا فيه ما يتوضع ما فيش ما يتيام عارف الابلة توجه مش عارف الابلة ولله المشرق والمغرب وفاينما تولوا في السمواجه الله من سافر اقصر فيه ظرف اجمع يعني امور كثيرة جدا ياخد حضرتك فهنا بقى بيقول لك ايه من فاتته صلاة وكان يقدر عليها ولو بالايماء ولم يصلي فانه يلزمه بالايصال اي يعني المطالب الكفارة بتاعته ايه بقى بان يعطي لكل صلاة فاتته نصف صاع من القمح نصف صاع من القمح لكل صلاة والصاع عبارة عن اتنين كيلو ونص يعني شوف بلغة بقى الزمان اتنين كيلو ونص من القمح عن كل فريض الصلاة فيكون اتنين كيلو ونص قمح عن كل صلاة كذا كات الفطر شوف المعنى واشار علي جمعة ايه الدكتور علي جمعة الى ان هذا ليس المعتمد عند الامام الشافعي الذي به الفتوى انما هو انما فيه الدعاء والاستغفار عند الامام الشافعي الدعاء والاستغفار بقى للمتوفاة اللي ماتت وعليها صلاة إنما هو بيتكلم بالوقت عن حكتين اللي ماتت وعليها صلاة والإنسان اللي عليها صاح وعليها صلاة فائت اللي عليها صلاة فائتها 2 كيلو ونص وممكن تعمل كده عن المتوفاة إلا إن الشفعية قاله لا عن المتوفاة تقدر تدعي لها وتستغفر لها بس فمن أراد أن يقلد الأحناف وكلام ابن عبدين بإخراج الكفارة عن المتوفاة الذي عليه صلاة كل صلاة قدرها ب2 كيلو ونص أمح أو ما يعادلها بالفلوس يعني فلا بأس ولكن لا يعتمد أحد على هذا لأنه ليست بص الكلام الضقيق لأنه ليست عليه الفاتوى يعني هذه فاتوى لمن أراد أن يأخذ بها ولكن بيقولك نحن ليس هذا هو المعتمد عندنا في الإفتاء ليس معنى كلمة لي أن المعتمد عندنا أنه الفاتوى خطأ لا هو عاوز يقولك أنه هذه الفاتوى ليست الفاتوى الصادرة عن دار الإفتاء بشكل رسمي الخلاصة أنه يجوز أنك تطعم في رأي بعض الفقهاء عن كل صلاة فاتتك خاصة لو الرصيد كبير قوي من الصلوات 2.5 كيلو قمح أو ما يعادلهم يعني قد إيه الله أعلم بقى نقول اللي مش عارف كل واحد بقى 2.5 كيلو قمح شوفه منت على مهلك بيساوه كام وتقدر تطلع المبلغ ده عن كل صلاة فاتتك ده اللي قاله الدكتور علي جمعة وابن عابدين في حاشية ابن عابدين وغيرهم وغيرهم